حين هوى برجاء التجارة العالمي صباح الثلاثاء 11 من أيلول 2001 لم يكن هناك من يتوقع أن يتسبب انهيارهما بتغيير وجهي أمريكا والعالم إلا بعد إعلان الرئيس الأمريكي بوشل إبن بدأ الحرب على ما دعاها الإرهاب والتي مهدت فيما بعد الاحتلال أفغانستان والعراق وإذا كانت حركة طالبان قد استعدت قبل نحو شهر سيطرتها على أفغانستان فإن الاحتلال العراق بعد سنتين على هجمات سبتمبر وجها آخر تكشفت ملامحه منذ اللحظة الأولى التي دنست فيها القوات الأمريكية أرض النهرين الاحتلال الأمريكي للعراق بدأ بكذبة أسلحة الدمار الشامل وخطره على الأمن القومي الأمريكي وأردفه بوش بزلة لسان تتحدث عن حرب صليبية لكن ما زال هناك حتى داخل أمريكا من يتساءل ماذا لو لم يتم غزو العراق الجواب أوردته صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها الخميس لمناسبة الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر تحدثت فيه عن الآثار السلبية التي خلفها الغزو الأمريكي للعراق الذي غير المنطقة بالكامل وذهب ضحيته مئات آلاف العراقيين الذين قتلوا بين آذار 2003 وحتى تشرين الأول 2019 ويؤكد خبراء سياسيون أن الاحتلال الأمريكي للعراق أجج العنف الطائفي والتشدد المتطرف وأنهمزان القوى بين إيران والعراق لصالح نظام طهران اتسقط العراق في مستنقع الحرس الثوري وهو ما دفع دول الخليج العربي والمنطقة إلى إعادة حساباتها الجيو سياسية ندوب هجمات سبتمبر التي لا تزال بارزة في وجه أمريكا قد تمحى تماما بمرور الزمن لكن التشوهات التي تركها احتلال العراق خلفت جروحا عميقة في بنية المجتمع العراقي ترجمة نانسي قنقر